اكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله اللام حدود للتربية والتعليم ساهم في تطور المجال العلمي في المملكة بصورة كبيرة ووفق منهجية واضحة المعالم مبنية على الأسس الحديثة والصحيحة في هذا المجال وهو الأمر الذي يؤكد أن الحركة التعليمية في المملكة تشغل حيزا كبيرا من فكرة جلالته بل فكر جلالته النير والذي يطمح لمستقبل يسخر بالأساليب العلمية والخبرات المتجددة لتكون الحركة التعليمية رافدا مهما لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمدرسة بيان البحرين بمناسبة الفوز بالمركز الأول عن فئة مدارس قارة آسيا المشاركة في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل ونقل سموه تحيات وتهاني جلالة الملك المفدى إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بمناسبة الفوز مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدى يولي حركة التجديد التربوي أهمية مضاعفة إمانا من جلالته بقوة التربية والتعليم في تنمية الواقع الإنساني وبناء المستقبل المنشود للمملكة وتقوية كافة جوانبها وقطاعاتها وشهد سموه بدور الشيخة دكتورة مي بن تسليمان الاعتيبي والتي تمكنت بفضل قيادتها المتميزة للمدرسة من تحقيق نقلات نوعية بارزة في مسيرة عملها وتطوير إمكانيات الإدارة التعليمية والطلبة ووضع الخطط المناسبة التي جعلت المدرسة تتنافس على لقب الجائزة وتحقيقها وأثناء سموه على دور المعلمين والمعلمات في تطبيق خطة المدرسة الرامية إلى تحقيق كافة أشكال التمييز على المستوى المحلي والأقليمي معتبرا سموه أن الطلبة والطالبات كانوا جزءا أساسيا ورئيسيا في تحقيق هذه الجائزة متمنيا للمدرسة المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل